السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنجد الفرد الأول في مادة الريادية للمستوى الأول الابتدائي يعني الفرد الأول في المرحلة الثانية مادة الريادية سؤال الأول أكتب العدد المناسب داخل البطاقة سنحسبه سنكتب العدد في هذه البطاقة هنا واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هناك عشر تفاحات هنا واحد اثنان ثلاثة هناك ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية هنا تماني دراجات هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سبعة وهناك سبعة هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نمر إلى السؤال الثاني ألون أكبر عدد بالأحمر وأصغر عدد بالأصفر هنا أكبر عدد سنلونه بالأحمر دينا أربعة ستة واحد اثنان خمسة تمانية سبعة تلاتة تسعة إنا لاحظنا فات الأعداد كاملة الكبير فيهم هو تسعة يعني غدل لبن تسعة بالأحمر وأصغر عدد بالأصفر أصغر عدد هو واحد نمر إلى السؤال الثالث أحيد الحيوان موجود خارج السياج إلى لاحظنا هذا الحصان داخل السياج أما البقرة والفهد فهم خارج السياج يعني سنحيط هذا الحيوان والبقرة كذلك السؤال الرابع أحيط ما يوجد أمام الطفل وأشطب ما يوجد فوق على ما يوجد فوق الشجرة هنا أحيط ما يوجد أمام الطفل هنا يوجد أمام الطفل الطفل توجد أمامه الكرة وكذلك السلحفاث هنا وأشطب على ما فوق الشجرة العصفور هنا تحت الشجرة أما الفراشة هي التي فوق الشجرة أشطب على الفراشة نمر إلى السؤال الموالي سؤال خامس أضع الرمز التالي مكان النقط أكبر أو تساوي أو أصغر هنا واحد أصغر من أصغر من أربعة ثلاثة أصغر من سبعة تسعة أكبر من تمانية ستة أكبر من أربعة وأربعة تساوي أربعة اثنان تساوي اثنان خمسة أكبر من ستة أكبر من خمسة وثلاثة أكبر من واحد السادس أصل أصل كل بطاقة بالعدد المناسب ثلاثة زائد واحد هي أربعة إثنان زائد خمسة زائد ثلاثة هي عشر هنا ثلاثة زائد سبعة تغطينا عشر هنا واحد زائد واحد زائد إثنان تعطينا أربعة السابع أرتب تصاعديا الأعداد التالية هنا تصاعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر هنا أصغر العدد هو واحد لموالي العدد الموالي إثنان ثلاثة أربعة أصغر من خمسة أصغر من ستة أصغر من سبعة أصغر من تمانية أصغر من تسعة السؤال الثامن أحيط أقصر شريط وأشطب على أطول شريط هنا أقصر شريط هو هذا أما أطول شريط فهو هذا اللي غد نشط سؤال التاسع أتم ميالي إثنان تفاحتين إثنان زائد هنا ثلاثة ثلاثة تفاحات زائد واحد تعطينا نحسب هنا واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة تعطينا ستة هنا واحد زائد خمسة زائد ثلاثة زالفات تعطينا يئما نحسب الزالفات يئما نحسب الأرقام واحد زائد خمسة ستة زائد ثلاثة تسعة الزائد عشر أتمم ما يلي بترتيب المتسابقين حسب المرتبة التي احتل لها كل متسابق هذا المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة مرتبة الرابعة مرتبة الخامسة مرتبة السادسة ومرتبة السابعة والمرتبة الثامنة والمرتبة التاسعة وهنا المرتبة العاشرة إلى هنا يكون سهلا على الفرط في مادة الرياديات وإلى اللقاء في فروض قادمة إن شاء الله لا تنسوش تعمونا باللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته